تحت وطأة النار والقصف لا تحيد عيون السودانيين عن السماء منتظرين إقلاع طائرة مدنية من مطارات السودان تحمل معها آمال الهروب والنجاة معا فمنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع والطيران المدني متوقف نظرا لإغلاق المجال الجوي تماما بعد انطلاق الرصاصة الأولى علقت سلطات الطيران المدني رحلات الطيران وأغلقت المجال الجوي أمام الرحلات من وإلى السودان قرار كان من المفترض أن ينتهي ليلة الأحد لكن السلطات قررت تمديده حتى الثالث عشر من مايو الجاري باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعاية الأجانب وذلك بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة وموافقة الجيش السوداني سبق كل ذلك شائعات كثيرة عن حركة الطيران إحداها قالت أن مطار بورت سودان سيتحول لاستقبال وتوديع الرحلات المدنية وباعتباره وجهة الرئيسية لاستقبال وتوديع الرحلات إلا أن الواقع بعيد كل البعد عن استئناف حركة الطيران المدني من المطار طبعا باستثناء رحلات الإجلاء والمساعدات الإنسانية شائعات أخرى طالت مطار الخرطوم تحدثت عن قرب استئناف حركة الطيران وعمليات صيانة تجري في نفس الصدد والنقطة الأخيرة تحديدا نفتها سلطات المطار عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك وفي هذا شكل آخر يظهر حجم المأساة التي يعيشها السودانيون الذين باتوا ينتظرون فرصة نجاة من وسط الموت المحدق والمحيط بمطار الخرطوم أحد أسخني نقاط القتال في البلاد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر